إلى ذلك أكد وزير تجارة محمد العاني أعطاء نازحين أولوية فيما يخص حصصهم من البطاقة التموينية وقال في تصريح خاص لقناة الفلوج أن وزارته لم تشمل بالعقوبات الأمريكية على إيران هنا أكيد أنهم أولوية خاصة بهذا الموضوع وحصصهم ماشية حتى مشكلة البطاقة التموينية نحن حلينها وياهم لعدم مشاكل الجؤون في هذا الموضوع فهم حصصهم ماشية كبطاقة التموينية أما إلى حصص إضافية فمن دخل بالرعاية الاجتماعية أكيد ستكون عندها حصصة إضافية يعني ما أعتقد ستأثر كثيرا على موضوع الحصصة التموينية لأنه إحنا مغرضات الحصصة التموينية قلنا بداية العام عدنا عدد من الأشهر متوفرة موجودة الآن في مخازننا والاستيرادات مستمرة في هذا الموضوع فموضوع العقوبات يعني ما شمل بزارة التجارة في مشكلة معينة فإن شاء الله الأوضوع جيد كوزارة وكمفردات لطاقة التموينية ترجمة نانسي قنقر